من أطلق لقب البصير على الأعمى والسميع على الأصم لم يدري بخلده أن شعار الإصلاح هو راية الفاسدين الصحة العالمية أعلنت وصول معدلات التطعيم ضد فيروس كوفيد ناينتين إلى مئتين وأربعين مليون جرعة حول العالم حتى الآن والعراق ما زال خارج هذا المعدل معظم دول الجوار بدأت مرحلة توزيع اللقاح عدى العراق بل أن حملات التلقيح بدأت منذ أسابيع وشملت دولا فقيرة وأخرى ذات موارد محدودة جدا وبالرغم من قرار مجلس الوزراء أي قبل نحو أكثر من شهر والقاضي بتخصيص مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يصل اللقاح إلى العراق ناشطون مدنيون ومعهم أوساط واسعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا صند الحكومة إذا أتجهل وزارة الصحة المخاطر المحدقة بالعراق عبر إطلاق هاشتاغ اللقاح وين وزير الصحة الصدري حسن التميمي عرقل وصول مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر المصادر تشير إلى أن الوزير أراد إحالة العقد إلى شركة وسيطة يديرها مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضت شركة فايزر هذا الأمر وطلبت الحكومة بتشريع قانون حماية حتى لا يتحمل سوء التخزين والتوزيع وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الصحة طلبت من مجلس الوزراء إقرار التعاقد مع شركة عراقية وسيطة بإسم عين قاف على شراء ستة ملايين جرعة من اللقاح الصيني في صفقة تبلغ نحو مئتين مليون دولار مجلس الوزراء أفشل الصفقة عبر منع التعاقد مع الوسطاء ورغم ذلك توجه وزير الصحة إلى الصين لاستيراد مليوني جرعة من اللقاح أيها الإصلاح أبدل حروفك لأنها أصبحت تثير الإشمئزاز وتؤكد الفساد وتقطع أعناق وأرزاق العباد ترجمة نانسي قنقر